ساعات فقط بعد حديث حكومة الوفاق الوطن الليبية بوجود ترتيبات عسكرية لشن هجوم مباغت ضد العاصمة طرابلوس قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعلن عن استعدادات عسكرية لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد طرابلوس داعية أنصار إلى الاستعداد لساعة الصفر مصادر إعلامية توقعت أن يوجه خليفة حفتر كلمة لمقاتله تتضمن تعليمات لقواته العسكرية بغية اقتحام المدينة خلال الأيام المقبلة ووفق نفس المصادر فإن الهجوم العسكر المرتقب يهدف إلى تطهير طرابلوس من جميع العناصر الإرهابية والمتطرفة وفق توصيف قوات حفتر في مقابل هذه الاستعدادات كشفت حكومة الوفاق الوطن عن معلومات أكدتها تقارير أممية وإعلامية حول تفاصيل الهجوم العسكر المرتقب وأوضحت حكومة لفاق الوطن المعترف بها دوليا أن التصعيد المرتقب يشمل تنفيذ ضربات جوية تستهدف مرافق مختلفة مؤكدة جاهزية قواتها لصد أي هجوم جديد فصول جديدة من التصعيد العسكري تلوح في الأفق دفعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الخروج عن صمتها البعثة أكدت أنها تبدل جهودا مع الأطراف المحليين والخارجيين لتجنب مزيد من التصعيد العسكري في طرابلس وناشدت البعثة جميع الأطراف باحترام بنود القانون الدول الإنسانية الذي يجرم السهداف المدنيين والمرافق الصحية المعارك المستمرة في طرابلس ومحيطها التي بدأت فصولها في شهر أبريل المنصر امتركت تداعيات إنسانية عديدة وفق منظمة الصحة العالمية فقد خلفت المعارك العنيفة مقتل أزيد من ألف شخص وإصابة الآلاف إلى نزوح مئة آلاف المدنيين من طرابلس إلى مناطق أكثر أمنا